أنا عندي أبو سلطان معلومة هي مجرد معلومة فقط أنا أذكرها هنا لو كانت موجودة تأكد المعلومة أنت أنا ويش بيش أقولها لا عندي معلومة أن نادي أحد بصدد يعني رفع احتجاج في الساعات القادمة على مشاركة رفاس في لقاء اليوم على اعتبار أن رفاس يعتبر لاعب سابع في الهلال حاليا إذا اعتبروا على حسب حديث اللي نقل الخبر إذا اعتبروا أن الهلال عنده لاعب استثمار اللي هو ليو واللي يعير لأحد الأندية وأنه فيه خطأ كان فيه تسجيل لللاعب رفاس للهلال وهذا النقطة اللي رح يرتكز عليها العحوديين في القادم عفوا ألفس اللي كان استثمار ألفس اللي كان للهلال العام الماضي هو اللي راح واللي الآن الهلال مسجيل لأنه كلاعب استثمار يعني اللاعب يعتبر اللاعب سابع في الهلال على حسب حديث المعلومة رح أتأكد لكم في خلال الحلقة من هذه المعلومة أكثر رأيك أبو سلطان والله أنا ما أتصور نادي زي الهلال يفوت عليه موضوع زي هذا كيان مثل الهلال يدرك ماذا يعني بس أقول لك ألفس الآن هو استثمار والآن حيرجع للهلال أنت كلاعب استثمار مسجل عندك وحيرجع لعبك على المدعي البينة أنا بأقول لك حاجة أنا معاك أنا أقول لك تحدس عليك كلامك منطقي واحتجاج نادي أحد من حقه ولكن نحن الآن ما عندنا معلومات هالنادي الهلال فعلا اللاعب ممكن مشاه ممكن لا لا المعلومة أخذها مني اللاعب استثمار ويعارة اللاعب ألفس طيب بلكن النظام يسمح له إنه إذا ألغي النظام بداله ممكن استثمار النظام الاستثمار ما أنا بقول لك يكون اللاعب اللي طلع يعارة خلاص أتحول وفي عنده لاعب اللاعب الثاني يحطه محل واستثمار هي